مرحبا أصدقائي أتمنى تكونوا بألف خير معاكم هنا من قناة مونة كورنر فيديو اليوم زي ما انتم شايفين من العنوان حيكون تجربتي لأشهر فاكة عندنا في الصومة اللي هي الإسبانليس طبعا زي ما انتم شايفين معايا في الفيديو الفتاكة يعني حجمها صغير مدور تقريبا أو بيضاوي الفاكة هذه أشهر فاكة موجودة في الصومال وأتوقع هي الفاكة الوحيدة اللي يعني الصومال تنشهر فيها وما هي موجودة في باقي الدول أنا سويت بحث في وكيبيديا عن الفاكة هذه فاطلع لي أنه في مثلها موجودة أتوقع في سريلانكا أو في جزر الكاريبي ما إلا أعرف طبعا الفاكة هذه ضمن الحمضيات يعني مثلها مثل البرتقال الليمون اليوسفي طعمها بمول حموضة أكثر طبعا إحنا جايبين كمية كبيرة منها طبعا الكل يعني أي أحد بيكون جاي من الصومال بيطلب من الفاكة هذه كهدايا فإحنا جايبين الكمية هذه هنرسلها هدايا لناس مقربين لنا في السعودية طبعا إحنا جايبين لونها أخضر ما هي مستوية لأنه الفاكة هنا في الصومال أورغانيك أو عضوية ما بيكون فيها على موديدات أو شايفة بسرعة بتستوي بسرعة بتخرب فعشان كده إحنا جايبين منها خضرة وفي منها هذه الصفرة هي بتكون لما تكون مستوية بتكون اللونها أصفر أما الخضرة بتكون لسا ما هي مستوية فعشان يعني الظروف السفر يعني الواحد حي عبالما يوصل وزي كده بتتوزع الهدايا على الشخص اللي كان مسافر من هنا اللي هو زوجي كان مسافر من هنا فيعني عبالما يوصل الهدايا للناس فيعني بيكون تكون الفاكة ستوت طبعا إحنا حنجرب معاكم المستوية المستوية هذه هي بيكون لونها أصفر زي ما قلت لكم حجمها ما هو كبير لكن هي الفاكة صعب تكشيرها يعني شوية نوعا ما صعب طبعا في ناس ما بيقشروها بيقشرها بيقصروها طبعا أنا حد أوريكم طريقتين لاستخدام الفاكة هذه عندنا في الصومال أشهر طريقتين لناس بيأكلوها وبيستخدموا واستهلكوا فيها هذه الفاكة طبعا من الداخل هذا هو لونها هذا اللب حد الفاكة من جوة حيكون في زي القشرة يعني بيكون يعني صعبة كده شوية من جوة يعني أنتو هتشوفوا معنا في الفيديو بإذن الله تعالى في زي الأشواك صغيرة كده بتكون طالع منها أنا هنا حاولتني أقرب الفيديو على أساس تشوفوا معايا كيف بيكون شكلها أو الأشواك هذه بتكون طالعة منها من جوة طبعا أتمنى ما تنسوا الاشتراك في القناة مشاركة الفيديو مع أصدقائكم شكرا لكل شخص بيستفرج على القناة وبيضغط عجاب أو بيشارك الفيديو مع أصدقائه هذا جدا بيدعم القناة طبعا لا تنسوا دائما أنه تفعلوا الجرس كمانا وتواصلوا معايا بالتعليقات أنا قد ما أقدر أحاول إن شاء الله أني أرد عليكم في التعليقات زي ما أنتوا شايفين معايا اللب أو من تحت جوة الفاكها يعني بعد ما قشرت منها يعني شلت اللحم حقها أو اللب حقها أو القشرة حقها تفاكها من جوة زي الأشواك فيها طبعا زي ما قلت لكم تقشيرها مو سهل صعب شوية فإن شاء الله يعني حاول قد ما أقدر أني أوصل لكم الفكرة شكرا لكم شكرا لكم هذا هو اللي أنا قصدي إنه من جوة بتكون زي الأشوار طبعا إحنا حنجرب إنها عصير لأنه بتنعصر بس أضفت ماء وسكر طبعا زي ما قلت لكم يعني هي شبيهة أكتر شي بالحمضيات يعني هي من الحنضيات بس شبيهة أكتر بالبرتقال الفواكلي هذه الحنضية خصوصا حتى لما عصرتها ملاحظة إنه كذا شكلها زي كإني أنا عصرت برتقال ما يعني يعني مو الفاكة هذه كإني عصرت برتقال فهذا هو العصير حقها طبعا الطريقة الثانية لإستهلاك الفاكة هذه إنه تتاكل زي ما هي تتاكل مع شوية ملح طبعا عارف إنه شي غريب بس لكن فيه ناس يحبوا الناس اللي بيحبوا شي الحامض أو شياء الحامضة فبتتاكل هذه الفاكة مع ملح طبعا حتى المنقة أو تقريبا يعني إذا كانت حامضة فيه ناس يحبوا يأكلوها مع الملح يعني طبعا هذا اختيارات للناس بس لكن أنا حجرب هذه الطريقتين معاكم أنا ممنى النوع لناس يحبوا الحامض كثير لكن حجرب معاكم الفيديو طبعا هذه أول مرة أنا كنت أكل الفاكة هذه بالطريقة هذه طبعا طعم جدا حامض ومالح بس يعني هذه اختيارات فيه ناس يحبوا الطعم زي كذا يكون الطعمة زي ما قلت لكم أقرب للبرتقال الفاكة يعني صراحة طعمة حلو يعني أنا ممكن أكلها من غير الملح يعني فيه ناس يحبوا الملح بس لكن أنا عن نفسي ممكن أكلها من غير الملح طعمها يعني جدا حلو خاصة إذا كانت مستوية جدا رائع طعمها نيجي للعصير طبعا أنتوا شايفين معايا العصير أنا هنا لما نجيت أجرب العصير أنا يعني عشان أنا الفاكة من غير القشر حقها يعني عصرت الفاكة من غير القشر فتوقعت أنه ما حيكون فيه لوب كثير لكن لما جيت أشرب ما قدرت يعني استمتع بالشرب فأعملت أنه أنا رحت صفيت العصير لأنه كان القشر جدا يعني كان جدا عائق بالصراحة الطعم جدا رائع هذه العصير بعد ما صفيته كأنه برتقال يا جماعة ما كأنه شي ثاني كأنه برتقال الطعم حتى كأنه برتقال صراحة طبعا الفاكة هذه جدا رائعة فيها نسبة عالية من الفيتامين سي يعني زي ما قلت لكم يعني لها فوائد كثيرة اللي عندهم فقر دم إلى ذلك بيستخدموا الفاكة وبيوصوهم بأكل الفاكة وشرب عصيرها طبعا إحنا في الصومال بنحب العصير الطبيعي فغالبا بيكون في البيوت وفي المحلات كشكات العصير هذا العصير أتمنى الفيديو هذا يكون لإعجابكم لا تنسوا الدعم والاشتراك للقناة أتمنى لكم التوفيق مع السلامة ترجمة نانسي قنقر